بسم الله الرحمن الرحيم الله ما صلى على سيدنا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة أكشن باك سفين سفنتي جريد الصف السابع اكتيفتي بوك تين تو بيش فورتين بيش فورتين is the first page هي أول وحدة بالمديل تو بالوحدة الثانية اليونت تو اول اكتيفتي بوك فايتين كالجلوبال وارمين فايتين جلوبال وارمين قتال او مقاومة او محاربة التايتل العنوان بالبول بالخط الغامق فايتين من فايت يقاتل فايتين قتال هاي ناون تبع الاكتيفتي او الايفينت اسم الحدث الفعل بضيف له ing بيصير اسم ناون فايت يقاتل فايتين قتال يكتب رايتين كتابه ريد يقرأ ريد ينقراءة رن يرقد رنين الركب الناون اللي للبيرسن كنون نضيف لها ال-er فايت يقاتل فايتر مقاتل رايت يكتب رايتر كاتب ريد يقرأ ريدر قارئ في اسم البرسن هون اسم الاكتيفتي قتال او مقاومة او محاربة للجلوبال ورمينج هاي شبه الجملة من الاسم اللي هي الورمينج الاحترار جلوبال العالمي لها صفة قبلها صفة تسبق الاسم الموصوف يعني international من جلوب العالم the world كي الاحتباس الحراري بسموها الاحترار العالمي او الاحتباس الحراري العالمي لما درجات الحرارة go up بتزيد ناو بفور بيجنين قبل البدع ويلاستدي رح ندرس الاسم والملاحظات فرما او هاندرائي او فرما مي هاندرائي ثم سنعود لأولا باقرار 14 اذا افضل او اي كلمة طبعا اي مفردة اي فكرة اي 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 ديا رح تكون مكتوبة هنا بشكل سهل فايتينج مقاومة او محاربة حكينا الناول للبيرسون الانفينيتي فورم هاي الفيرب زائد اي انجيل بنسميها جيراند الفيرب فايت يقاتل او يحارب اي فعلا غير منتظم فير منتظم يعني ما ضفناه لأي دي we don't add اي دي for it to change it from simple present to simple past and past participant ما ضفناه لأي دي to change it حتى نحاوله from simple present من المضارع البسيط to simple past and past participant للماضي البسيط والماضي التام اي فعل ما مندفله اي دي حتى نحاوله للماضي البسيط والماضي التام ويقوله الريجولار فيل سمي فعل غير منتظم اللي مندفله اي دي ويقوله ريجولار فيل بنسمي فعل منتظم اللهم صلى على سيدنا محمد افايتر مقاتل اسم الپيرسن ا يعني one the plural form from it الصيغة الجمع منها للنوم نحذف ال ا تبعه الافراد او خاصية الافراد يلا كرس اوت كرس اوت يعني نشتب ال نعمل اديشن الاس خاصية الجمع افايتر مقاتل فيترز مقاتلون غلوبال لان انترناشنال عالم they are adjectives صفات فوروارمين للاحترار من غلوب العالم وورد العالم فرس سكشن الجزء الاول سكن سكشن الجزء التاني ثرس سكشن الجزء التالت ثرس سكشن الجزء الرابع كي سكشن يعني part كي يس اي كلمات تكون وجودة عنا بالبيج وحب اكتبها حتى تحفظوها وصير عندكم رصيب مفردات to write and to speak تقدروا تكتبوا to have ability نكون لديكم المقدرة to write نكتب وكمان to speak نحكي yes vocabulary مفردات اكيد انتو عاملين دفتر copybook and write the details تكتب فيه التفاصيل to be easy to study حتى انها تسهل عليكو دراستها okay match the words سل الكلمات match سل وفق okay في عنا هنا نسر first section جزء الاول recover المفردات match the words طبعا في عنا at the end of your activity book في نهاية كتابكم activity page 70 okay تلاقوا فيه glossary قائمة المفردات كلها بكل اليونتس المورود عندكم we have three models in بالفصل الاول في كمان three models بالفصل الثاني okay in first semester في الفصل الاول في عنا three three فكل اليونتس رقائمة المفردات موجودة at the end of your activity book ما حبت او الي سأجمعلكو اياها لانها موجودة من خلال شرح الوحدة او من خلال exercises الموجودة موينة هنا okay match the words سل الكلمات ووفق الكلمات في كلمات اللي ها علاقة بعض بيشكله ازواج pier معناها زوج pier معناها زوج فهاي الكلمات بتكون دائما بتيجي مع بعض هايها pierce ازواج بيجي مع بعض global warming مثلا الاحترار العالمي او carbon dioxide carbon dioxide يعني ثاني اكسيد الكربون او climate change تغير المناخ او earth atmosphere earth atmosphere earth atmosphere global warming هاي ردي كمان كتبت لكم يهم هنا بطريقة سهلة climate change تغير المناخ carbon dioxide نقصد الكربون او ليس متشابه I'm sorry As global warming As global warming يعني مثل global warming مثل الاحترار العالمي Global warming means الاحترار العالمي بيعني the temperature انه درجة الحرارة اعتبروها definition لالجلوبال warming للاحترار العالمي انه تعني means تعني The temperature من درجة الحرارة Of the earth's atmosphere للغلاف الجوي للأرض goes up Every day بزيد كل يوم Goes up بزيد Go up Went up Gone up دفنا لها الاس او الاس هون دفنا اس لانها بتنتهي بالان لانه بيحك عن singular noun اسم مفرد الغلاف الجوي للأريد وكمان الغلاف مفرد وكي singular بلس انه الفاكتس احنا بنعبر دائما عن الفاكتس عن الحقائق المضارع البسيط حاليقوله الها اس حاليقوله ما الها اس وكل الاحداث البرمننت الدائمي كمان والربيتت اكتيفيتز الانشطة المتكررة كلها بنعبر عنها بالمضارع البسيط كل يوم هلا كمان مرة برد بحكيها عن اوار هاندرويتنج وينيد نحن نحتاج تطلع الوين ما اخدت الاس اصلا نيد من الافعال ال بتيجي بالافعال بيع ما بتيجي بالمستمر من الافعال بنسميها ستوتو تفيربس انها بتحت لها حالي خاصة فيها انها بتيجي بالمضارع البسيط زي لفو لايك وينيد نحن نحتاج كاربون ديوكسايد ثاني يكسير الكاربون عند اتمسفير في الغلاف الجوي انقر در ليه نحتاجه انقر در ناتو لكي لا هي انقر در تو لكي بيجي ورها الفعل بالإنفينيتف انقر در ناتو لكي لا فريز لكي لا نتجمد ليه احنا منحتاجه السبب انقر در ناتو فريز لكي لا نتجمد ريزون فريز فروز فروزين هاي الفعل بالمجرد بطنعو لكن الان we have too much كاربون ديوكسايد احنا لدينا كثير من ثاني اكسيد الكاربون طلع too much كثير جدا للأنقر طب النعون ذا الأسامة او للأسماء الغير معدودة عند اتمسفير في الغلاف الجوي and that's ذلك making the earth يجعل الأرض too warm خليها تصير ايش دافئة جدا او حارة جدا and it is our fault هذا خطأنا او خطأنا it's our fault خطأنا fault خطأ fault خطأ يعني mistake our احنا people الناس لأنه بنعمل ممارسات خاطئة للجو بتأدي الارتفاع درجة الحرارة it's our fault زي الغازات اللي بتنتج عن المصانع والسيارات لازم يكون في إلها انه حل المشكلة انه قلل من حدتها كي yes now الآن مرت معنا كلمات الآن يلا هي ردت كتبتها بطريقة سهلة الآن fill in املأ به حتى الكلمات في ناس ما بهم اني انا اقرأ شو بطلب السؤال مفروض ما يكون ولا في كلمة غير معروفة أو غير مألوفة بالبيج مفروض اني اتعرف عكل كلمات البيج now الآن fill in يعني املأ fill طبعا regular verb filled filled ندفلها id the adjective from it full ممتلى blanks الفراغات spaces the correct pairs حكينا ازواج يعني كلمتين ما بعض جيين الملتي زي الملتي verbs للأفعال climate change اللي منعبيهم ايش الكلمات climate change climate change تغير المناخ is not the same as global warming ليس نفس global warming global warming means هاي بقرأ كمان مرة global warming means الاحترار العالمي يعني the temperature certainly درجة الحرارة of airs atmosphere للغلاف الجو للأرض goes up يعني increases بتزيد increases بتزيد من درجة الحرارة للأرض بتزيد كي هلا حكيناها هون everyday كل يوم everyday كل يوم everyday هاي adverb of frequency ذرف تكراري نحن نحتاج الكربون to excite ثاني اكسيد الكربون and atomosphere في الغلاف الجوي in order not to freeze لكي لا نتجمد freeze frozen 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 كمان تيجي adjective متجمد but لكن هاي بتدل على الاشياء الـ different we have too much لدينا الكثير من الكربون دا يكسايد تاني يكسيد الكربون in the atmosphere في الغلاف الجوي سأول فول سيئ بعد يعني الكربون دا يكسايد لما يزيد عن حدو بسير بعد and that's making the earth بجعل الأرض too much أو too warm دافئ جدا to warm هاي warm adjective صفة it is our fault من هذا خطأنا أو غلطتنا يعني في أفعال وردات سهلي هنا كي في أفعال كمان مرة وردات change يغير وهون جاي معناها تغيير تيجي معناها هنا هنا يغير change change need يحتاج needed have lade had had have طبعا مع they you we 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 have with she singular make made made match or you much 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 yes أي كلمة المفروضة تكون موجودة بالبيج نكون إحنا بنعرفها أو تكون بالنسبة إنا فاميليا يعني مألوفة Now move with me to grammar imperative affirmative يلا أنا وياكم نتعرف كيف نعمل جمل أمر مثبته وجمل أمر منفية Let's start with imperative affirmative يلا نبدأ بالجمل الأمر المثبته كي ماما Yes stay with me شنشوفوا الأمر قدي سهل Yes imperative affirmative اللهم صلي على سيدنا محمد بتسهل الأمور كي Yes imperative affirmative إحنا أخذنا المدارع البسيط خلينا نعتبر كلمة imperative أول إشي هي الأمر الأمر يعني كي الأمر عبارة عن الفعل بالحالة الأولى المجردة نقدر نعتبره من مفاتيح المدارع البسيط زي ما بحكي write يكتب write أكتب ريد يقرأ ريد أقرأ كي run يركض run أركض كي إذا الفعل حالة أولى مجردة be quiet اهدع be happy كن سعيد كلها أفعال بالأفير ما تف يعني حالة أولى مجردة إذا الأمر شو سهولته إنه عبارة عن أي فعل بالحالة الأولى منقدر نعمله بالإمبرative form easy I'm sure it's easy yes underline ضع خط تحت the correct form الصيغة الصحيحة the form الصيغة أو الشكل اسم هاي definite article أداة التعريف الشكل الصفة بتيجي قبل الاسم الموصوف the correct form adjective صفة لمين للform correct يصحح بتيجي كمان فعل وبتيجي correct كمان imperative في الأمر correct صحح okay underline ضع خط correct form الصيغة الصحيحة of the verbs الأفعال معناها في عنا هنا we have two choices دع الله ايه two choices في عنا خيارين two selections choice من choose يختار و choose يختار في عنا خيارين two choices two choices two choices two choices two choices two choices خيارين في واحد فيهم one of them is right صحيح and another is wrong والآخر خاطئ we'll choose رح نختار the correct one الواحد الصحيح the correct form الشكل الصحيح okay طبعا كلهم بيحكوا الامر المثبت قبل ما أعرفكوا على الأفعال اللي هون وقبل أنا وياكم نعملهم عن our handwriting يلو حاولوا أن كنتوا عملوهم معي walk walks من هي اللي بالأمبراتف الافيرماتف الفعل without any addition in the infinitive form walk هاي بالإنفينتف walks الها addition is معنا همين الكوركت فيهم which one is correct which one is correct أكيد الفعل infinitive walk to school امشي للمدرسة walk to school امشي للمدرسة not walks هاي الكوركت one this is the correct one what's the mean of walk to school يعني go to school on foot اذهب للمدرسة مشيا على الأقدام okay b اختار اللي الها s ولا اللي بالإنفينتف يلا ماما help me help me plant سولة plant ازرع plant yes thank you ازرع plant plant يعني بالإنفينتف for ما بختار اللي الها الاس هيك شكل الأمر ازرع أشجار in your garden في حديقتك plant trees in your garden okay هنا في هنا tear down خفض tear down خفض tear down اختار هاي ولا هاي نختار اللي بدون الاس هاي هاي بالإنفينتف form turn turn okay هاي wrong وهاي right هاي wrong وهاي right okay هاي underline اللي بدون اس خفض ارتدي okay ما ما اخترنا اللي لهم اس move with me to d yes mama try to do it حاولوا تعملوها اللي الها اس ولا اللي بدون الاس اكيد اللي بال infinitive so easy so easy wear warm clothes wear warm clothes wear warm clothes يعني ارتدي الملابس الدافئة close اسم صفة تقبلو الادjective هاي adjective وهاي noun in winter في الشتاء في الشتاء okay الكل close in summer الwarm close in winter تمام مرة ارتدي wear warm clothes in winter okay هاي الcorrect answer اللي بدون الاس بال infinitive form yes move with me to e ten off ولا turns off اكيد اللي بال infinitive اطفئ your computer computer when you don't use it عندما لا تستعمله which one is my correct answer turn off this is wrong answer turn off okay underline it underline it let's move to if the last one brush or brushes is 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 لانه بنتي بالش اللي بنتي بالش او اله طبعا هو الخيار الخاطو لا بدي اس ولا بدي اس اوكي هون بديها بالانفيناتف فورم ليش؟ هيك قاعدة الامر بالافيرماتف براش يورتيت فرش اسنانك ودووتر تاب اوف انها لما تكون الحنفية مغلقة عشان ما نسرف في الماء من باب ترشيد الاستهلاك اوكي يس كمان احنا عملناهم هون بردو عملتو اياها بالهاندرايتين عشان تحفظوها وتكتبوها لدف اتركو بيور بيوتوفل هاندرايتين طبعا ناو بير يرتدي وور وور تين اوف يوتف يوز يستعمل الافعال اللي مرت هون نتعرف عليها برشي فرشي برشت برشت انا طبعا متأكدة امشور انك راح تحفظوهم تدرسوهم بشكل جيد دول كمبيوتر عندما لا تستعمله تدرسوه برشي اسنانك تكون الواترتاب الحنا فيه تلماء مغلقة سهل الامبراتيب نيجاتيب سهل الامبراتيب نيجاتيب يلأ أنا أحكي لكم كيف فكرتها أي فعل حالي أولى مجرده إذي بدي أعمله بالنيجاتيب بـ don't walk don't walk لا تمشي plant is raw don't plant turn down don't turn down wear don't wear بس don't منضيف إلها don't wear don't turn off don't brush أعملناهم شو الامبراتيب نيجاتيب الامر المنفي underline خط تحت الكلريكت فور of the verbs الأفعال not doesn't don't 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 زائد infinitive طلع مرات حطين don't زائد الاس مثلا لا don't plus infinitive فور نفس الفعل حالي أولى من ضفله don't سهل الفكرة yes the imperative negative الامبراتيب بالنيجاتيب سوحة كينا من الفعل بالحال الأولى مجرد without any addition okay okay imperative negative don't plus infinitive drive يسوق drive to work يسوق للعمل drive يدروف يدروفين don't drive to work ما تسوق للعمل don't drive to work play computer don't play computer لنهونا play computer games العب ألعاب computer all the time طوال الوقت don't play computer games all the time okay throw away use supermarket bags اللي هي الأكياس السوبرماركت اللي منشتريها المستعملة رميها طبعا من باب ترشيد الاستهلاك don't throw away بنستعملها مرة تانية بنعملها recycling أو بنستعملها مرة تانية reusing بنعملها عادة استعمال ماشي don't throw away ما ترمي اليود سوبرماركت باكس كل الأفعال اللي بدي أن فيها بالأمر بس don't هاي أنا جمعتلكم إياهم هنا رح أرد كما مرة عملهم هنا leave the lights on دع الأضوية مفتوحة on مفتوحة off مغلقة when you leave room عندما تغادر الغرفة طبعا هي don't leave the lights on ما تترك الأضوية مفتوحة أو مضاقة when you leave a room عندما تغادر الغرفة كلها على أساس ترشيد الاستهلاك don't leave take the bus خد الباس لما بتروح على أي مكان بدي أن فيها don't take the bus don't take the bus يعني أمشي walk don't إذن الفعل don't لأي جملة أمر بدي أن فيها don't لأي جملة أمر بدي أن فيها يلا نعملهم هون underline the correct don't drive ولا doesn't drive أكيد don't drive don't play ولا don't play طبعا زائد الفعل إلو أس أكيد don't play أكيد doesn't throw ولا don't throw don't throw don't leave ولا doesn't leave أكيد don't leave don't take ولا don't takes يعني في أشياء أشياء حاطين S بعد don't ولا عمرها عائلة تدوب النفي والسؤال أصلا بالأوقات العادية بتأخذ S it must be followed by the infinitive form from the verb يجب أن تتبع فعل حالي أولى مجرد don't take عمرها مرح تصير the bus don't take walk يعني يمشي أكيد اللي ما بياخد الباس يمشي هاي imperative affirmative walk يمشي صح بدي عملها negative don't walk my correct answers don't drive don't play don't throw don't leave don't take شف كيف don't drive don't play don't throw don't leave don't take شو رأيكم نرجعهم للaffirmative يلا cross out don't لو قدر رجعهم للaffirmative cross out don't drive سوق play العب throw ارمي leave اترك take خد يلا ننفيهم نضفلهم don't present simple adverbs frequently ظروف التكرار ظروف التكرار last idea طبعا احنا بنعرف ان المضارع البسيط حالة اولى الها اس مع اله والش والآت حالة اولى مع الها اس مع ذي والي والوي والآل في عنا adverbs frequently ظروف التكرار never always sometimes ابدا لم دائما احيانا وين موقعها بالجمل هلا منحذف موقعها بالمكان الخاطئ اللي محدود هول طبعا اشتب cross out اشتب الadverb of frequency بالرونج بلس بالمكان الخاطئ طبعا وين بدي يكون دائما موقعها قبل الفئل هاي شطب قبل النشتب لما تكون بالمكان الخط麼 قبل الفئل نشتب ها من هون بالمكان الخطأ نشتب ها بالمكان الخطأ نشتب ها بالمكان الخطأ نشتب ها بالمكان الخطأ إلا وين موقعها orn never قبل الفئل drives all ways قبل الفئله Relax Sometimes قبل الفعل come Never قبل الفعل remember يتذكر Cycles قبل الفعل هيا cycles قبل الفعل cycle يعني يركب الدراجة الهوائية Never قبل الفعل walk هاي الأفعال للمرة معنا Drive يسوق و drove driven Reuse يعيد الاستعمال Reuse Come يأتي Came come Turn off Turn on يضيء الأفعال اللي مرت معنا أمي never drives to work أبدا ما بتسوق للعمل We always نحن دائما نعيد استعمال Old paper at home الأوراق القديمة بالبيت My friend Sometimes أحيانا يأتي للمدرسة by car I never remember أنا أبدا ما بتذكر إني أطفئ turn off lights My mother أحيانا Cycles to work My father sorry أحيانا Cycles to work بركب الدراجة الهوائية لعمل My friend and I إحنا اتنين never walk أبدا لا نمشي للمدرسة Thank you for your listening and have a nice day